بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخش في درس جديد وهو اللي بعد كده سكرول بان هناخد سكرول بان والسلايدر هنعمل واحدة برا كده وهنسميها طبعا هي بتاعتها ما بتفعلش ايدي لما يكون في مبرمجة على حاجة معاين عشان تقرح حاجة معاين وهتشوف هي اي دلوقتي هنقول سكرول بان خليها البي كابتل هعمل امبورتنج جوه لسكرول بان ده لحاجة معاينة من داخل الفلاش هنعمل حاجتين سكرول للصور وسكرول للمقالات واللي يكون يكون مقالات مسلا هنعمل وفرض ان عندي مقال بيقول اي حاجة تمام مكتوب في حاجات معاينة طيب خلي هنعمل مقال كده مكتوب في حاجات كتير ومرسوم محدود في صورة وبتاعه الكلام ده جميل هناخد دي كده وهنعمل ممكن لعيز تروح بقى على تي الف وتعمل بقى الامكان بتاعتها الجمدة بس خلينا اعمل حاجة سريعة جدا هنقول مثلا وهنا في الصورة بتاعتك عندنا مقال بالصورة بالشكل ده خلاص خلينا نكمبر المقال شوية بحيس انه ياخد وضعه الكلمة تطلع مزبوطة اهو عندي المقال ده كده ممكن كمان اخد ده بس تمام انا عندي مقال بالشكل ده مثلا يعني هاخد ده كده كله وهعمل ده مين موفيكليب وهو الحاجة ده اسمه ايه آآ آآ آريقا وهسميه هنا فوق آريقا دوت تمام عندي حاجة زي كده وعندي كمان هعمل امبورتنج لصورة هنعملها مسلا في الحاجة اللي اخنا قلنا عملناها قبل كده اللي هو الاعلان ونجيب الصورة هكون حطنها في آآ هنا فين ايه تمام هنقوم من ده كده وده هنا وناخد نسخة منه هادي واحدة فيها مقال واحدة تانية فيها الصورة دي ودي هنحاولها الموفيكليب طبعا عشان تعمل امبورتنج داخل لازم يكون موفيكليب وهنقول مسلا جي اف اكس اد وهنا جي اف اكس اد هنيجي هنا ندخل بقى على الاكشن سكريبت ونفتح بالشكل ده كده نفتح الاكشن سكريبت وبعدين نبدأ النادي على اول اللي هو سكرول بان ونشوف هنضيف ده جواه ازاي هقول له اول حاجه سكرول بان دوت سورس امر بسيط جدا تساوي واسم العنصر اللي احنا عايزين نستدعي تمام وابعدين نعمل كده هبصت لقي ايه عندي الارتقل بتاعتي اللي هي بالشكل ده عايز بقى انت ده هتشوفه كام في الويتس بتاعه تاخد الويتس ده وتحطه هنا تمام حبيت بقى تكبر شوية هتكون الهيط ده مسلا نقول متين متين واربعين هخلي ده مية وخمسين بحيس انت عايز تعمل مساحات في الويب سايد بتاعك اهو بشكل ده نميل عايز تكبر شوية باش مشكلة كبر سنة بحيس انه ما يداكش دي كبر كمان بطرقة دي طبعا اللي التحكم في الستايل بتاعه او الديزاين بتاع السكرول بان ده وارد من حاجتين من داخل السكرول بان نفسه تده تتحرك جواه وتتغير اللي انت عايزه تمام ومن جوه الاكشن سكريبت فيه كورس اجنابي كنت شفته زمان كان حلو قوي او اكشن سكريبت تمام ده كان جميل جدا بتميز بقى في كل الكلام ده انا بنصح به حاول تتطلع عليه وحاول تشوفه بعد ما بتشوف الكورس ده وتمكن منه ان شاء الله ده كان اول حاجة الحاجة التانية عايز اضيف الصورة دي هنا تمام فانا هاخد جي اف اكس ادس طيب جاي هنا ونقول سكرول بان ده خد لي جي اف اكس ادس تمام وكده بده اعمل لي حاجة زي كده اهو تمام ودي كان السكرول بان طبعا ممكن نفس الشكل تتكبر شوية هاديك حاجة زي كده تمام ده جميل جدا جدا في الويب سايتس لما تيجي توفر مسحتك جوه الويب سايتس بتاعك هتبقى حاجة جميلة ولو حابب بقى طبعا تشيل الكلام ده كله من على الستج عشان المساحة خلاص خلينا نشيل بالطريقة بتاعتنا هنشيلها بس قبل ما بنشيلها تروح على بروبرتس طبعا انت فهمت الموضوع ده خلاص باجي على اكس بورت فور كذا وتسمي كلاس بتاعك وبعدين هي هي نفس الموضوع وانت تشيلها خالص من هنا هيستدعالك على طول من المكتبة داخل المساحة بتاعتك في فكرة تانية ممكن نعملها ساو مع بعض الوقتي ممكن كمان تستدعي بدل ما يكون من جوه ممكن تخليه تستدعي من بره من بره خالص على السيرفر لو انت عارف امتداد الحاجة بتاعتك انا معايا دلوقتي خلينا نعمل سكرول بان تاني او تالت هاخد واحد من جوه من هنا واسمي سكرول بان سري بس تدعي الحاجة الجديدة هقوله سكرول بان تري دوت سورس السورس التاعو واسف يدي جاد غلط على المفاتيح سورس متساوي ال امتداد الصورة دي ودي صورة مع السيرفر عندي على جيف اكس اهو امتداد الصورة مجحفش اريق ليه بقى يمكن يكون كبيرة قوي طيب ممكن نكبر نخلي ده بقى على الجنب مكبر ده نهي كبيرة فعلا حملت طبعا ما بتحملته بقى كبيرة شوية ممكن تعملها تستخدم كل ده في الرون تايم بلاش اخش في حتة الرون تايم دي لانا اكاريت حاجة من ما فيش لانا ما حطش اصلا سكرول بان برا على الستيج واجيبه اصلا استدعيه من الاشن سكريبت بلاش الحتة دي عشان ما تلخبطش بس انا يكتفى لانا احط حاجة زي كده ممكن اكبر شوية بتاخد وقت في التحميل طبعا ما فيش لودينج ولا حاجة انت بقى تزبطها اهو بالشكل ده جميل يبقى ده حاجة تلات طرق من السكرول بان استدعاء الداتا داخله يبقى انت عربت وظيفة السكرول بان هو الى انت بتستدعي داتا داخله وبتبدأ تزبط الموضوع طبعا السورس انت بتقوله بقى هنا السورس تمام نفس الاكشن سكريبت بالضبط انا اعملت حلاق دايما بحاول اترك شوية اكشن سكريبت عشان تبقى برضو عندك فكرة انا ودي طبعا الاوبشنز بتاعتها هنخش بقى على مين السلايدر هعمل ملف تاني وهسميه سلايدر وهخلي الملف دا اسمه سكرول بان بس هنقول سيف 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 سلايدر واخينا في السلايدر دا شوف عندي سكرول بان وعندي سلايدر اه مشكلة بقى الاكشن الفلاش سكس انت لما تيجي من برا ما بيفتحش فانت لازم تقوله من جوا من هنا اوبن تمام طيب خدني بقى اعمل دا سكرول بان بس هتلاقي ملفين عمل واحد سكرول بان واحد سلايدر عشان دا ما يقصرش على دا نمسح كل دا ونيجي على الاكشن سكريبت نمسح بقى كم ساطر دول وده سلايدر هنعمل سلايدر بالشكل دا طبعا السلايدر بقى والحاجات دي هيتبان قوي في زي ما انت هتشوف دلوقتي السلايدر عندي سلايدر بالشكل دا ممكن طبعا هتحكم في ايه مساحته اهو تمام والهايت بتاعه طبعا مش مؤثر معايا فتخليك طبعا على الديفولت مش هكده لو انا جيت عملت سلموبي بقى ايه حاجة زي كده تمام عندك الماكسيموم عندك العشرة يعني عشر نقلات هنخلي بقى هنعدي مع بعض واحد انين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى مقسم لك الطايم دا او اللاين دا لعشر اجزاء مش هكده لو انت جيت سحب تتبص ليه بينوت معاك كده او بيقفز معاك لو انت خليجي بالمصر يعني نوت اه عندك بقى دي شوية حاجات كده تعالى نتخش على الهروزنتل وعلى الفيريكل الفيريكل بالشكل ده اهو نعمل تست تاني طيب خلينا نشوف بقى الموضوع داخل الاكشن سكريبت نصبب بقى السلايدر دي الاكشن فور دعا نشوف نزل على الاكواد ازاي خليني بقى اعمل حاجة كده مثلا ثانية تيكست اريا ممكن طبعا تكبرها كده وتكتب التكتس اللي انت عايزة هنا تستيزهر لك هنا حتى لو حاجات كتير يعني خلينينا ناخد دول ونعملهم كابي كتير قوي طيب لما انا اعملت تكتست كتير بدأ يظهر لسكرول كده لانه تخطى يعني حجم التكتس ده تخطى قوي الحتة دي تمام ممكن طبعا تغيرها بالشكل ده وطبعا انتر كنترول بالاكشن سكريبت اوكي هورزنتل سكرول لو عايزة تعمل اف هورزنتل لو حاجة زي هنا تحت مختلفة اولا اتابل لما فعلنا الورد راب بدأ تجيبها اللي كلها في لين واحد اتابل لاويتو الحاجات دي كلها انا مش مش مشكلة منها احنا عارفنا قبل كتة ازاي نركب الاكواد هنا وفي الاكشن سكريبت من جوه. اه نشوف باللي معدو تيكست انبوت. لو انا جيت هنا كده. بيتقول له بسم الله الرحمن الرحيم. هادياني حاجة زي كده. لو جيت عملت. بص لقي حاجة زي كده. بس ده فيلد جوه حاجة. يعني تيكست انبوت ده بيبقى عبارة عن جدوى. يعني زي بكون حاجة كده تكتب فيه زي الباسورد اللي وزنين بتاعك. لما تيجي تسعمل ساين ان. على الايميل مسلا بس تلاقي فيه. بيقول لك يكتب الايميل بتاعك والباسورد. فهو ده كده بالضبط. بقول لك. لو انت عايز تخليه هنا. يكتب حاجة معينة. تمام. محس اكتب مسلا الباسورد بتاعتك او حاجة زي كده. لو جينا هنا مسلا. نالو. كده نقول اه وليد المعداوي. خلاص هيقبل معي. مش اقول لك حاجة. ديس بلي اس باسورد. هيعمل لك حاجة زي كده. لو انت عايز تشيل دي بقى خالص. يهو. تكتب فيه. واللي هتكتبه هيظهر لك علامات بالشاكده. كيانك بتكتب الباسورد بالزبط. وده بتتحط فيه الايميلات. بتيجي تعمل ساين ان. او الابليكيشنز اللي عايزة اه كلمة مرور. اه ما فيش حاجة كده يعني اه اه مش عارف ايه الحاجات دي كلها. لو انت عايزت تحدده بعدد معين من الكلمات او الحروف. الحروف كاراكترز. الحروف. اه نظرها ازاي? وعمل ايه? ناشر. اه ده دي مختلفة شوية. شايف? تست. ممكن تعمل طبعا في الجديد. صور. مشكلة. ممكن عايز تعمل لها فيها اي حاجة. بس عادة يعني بتستخدم في الدراج الصور لطريقة دي. لو عايز تخليها مسلا بعرض الابليكيشن كله. بس المهم يكون التنسيق كويس. يعني تكون الصورة زهرة. بشكل كامل بالطريقة دي. ونخليها في نص. مساحت العمل بتاعتنا. عايز تخليها كده. تظهر لك مش هقولك لأ. لو عايز. اه تخليها كده برضو مش هقولك لأ. بلقيها تحت. انا بفضل دايما اعمل حاجة زي كده او لو كان الصور كتير قوي بخليها كده كبيرة. طبعا ممكن تحط هنا. بحيس انت لما تدوس على حاجة تظهر لك هنا بشكل كده. طبعا كل ده. اه من جوه الاكشن اه سكريبت. طبعا انا 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 هسيبك هسيبك دي تعمل تحول فيها وتبعتلي تشوف انت عملت ايه. لان دي خلاص انا شرحت بتاع كله. يعني الموضوع كله هتروح جاي مسمي دي وبعدين تقول له. اه مسميها هنا في الاستان سنين وبعدين تخش تقول له اه مش هقول. ممكن تقول له ايه. ارجع لدروس كويس. اه ياريت اشوف تطبيق في الحادة دي بالذات اعتبرها هومورك. ابعتلي لو لك استفصار. بس اشوف من التطبيق. اه حاجة تانية كمان. اليو اي. اللودر. اليو اي اللودر ده انا استخدمته كويس اوي اوي في اه. عندي اه كورس فور فري. كنت بدأت المشروع ترجمت اه استوانات ليندا. فهو كورس اسمه ابني اه موقعك بالفلش. موجود على اه الاكاديمية. موجود ودور عليها في قسم الفلش هتلاقيه. استخدمت اللودر ده كويس اوي بطريقة اه اه كويسة. وعموما يعني هي انت بس بتقول له خد لي السورس بتاعك. خد لي السورس بتاعك من اه من على الجهاز من بره. يعني انت مفوض تخش. تبقى داخل على الملفات العمل بتاعتك. وبعدين بترمي في نفس الروت بتاع الملف ده. صورة. وبعدين اه بتلاقي بتحط بتاع الصورة هنا بتعمل مجرد ما بتعمل تست. ببتدي ارادك الصورة دي. يبقى ده اللودر ده كانه بدل ما انت تحط الملف او الصورة بتاعتك جوه وتعمل مساحة على الفوضي. لا انا كده بجيبها من بره عشان ما تعملش مساحة في حجم الملف كله. دي برضو اعتبارها هومورك. يعني بصراحة انا ما بحب يعني ما بحبش اشرح الحاجة كزا مرة في نفس الحاجة من غير جديد. وكمان بحب يعني الكويس. لازم يدي هومورك ولازم المتدرب معاه يبحس. وينقشه. ليه كده المعلومة هتلزق في دماغك مش تطلع تاني. نعم لكن لا انا انا ادي كل حاجة كل حاجة. يبقى انت هتذكر ليه ولا هتبحس ليه ولا الكلام ده. لا انا مش عايز ليه. فياريت اشوفني واشوفني. انهم فعلا سهلين. اه لو اي لودر. ده عبرها عن سكرول. انت بقى بتحطه. اه. خلينا بقى نشوف مثال عنه. هنا بعد منزلنا. ده بيشتغل مع التيكست. اه اريا. اجيب هنا كده التيكست اريا دي. اوكي. اه التيكست اريا لازم يكون معها نستنسنين عشان ده يشتغل عليها. لانه هو بقول لك سكرول تارجي اثنين. يعني هو بقول لك التارجي بتاعي مين. فقل له مسلا تكست. اريا بي مسلا. بتقول لك سكرول تارجي بتاعك دي. بعدين لو عملت كده. اوكي حاجة هنا ملط. انا كنت بقرب. اوكي. اوكي. بلاك ان التكست اريا برضو ممكن تكتب فيها. مشا كده. انت عندها نكتب. تنزلك السكرول بشكل اه. تمام. ولو جيت انت عملت كده. و رحت عالنحة الشمال هتبصت لقيه. اه راح لك عليها. ما نتنهي في نفس الطبقة. لقا احنا عايزين دي. فطبقة فوقي. اهبق شايف لو انا جيت كده في الناحية المين. لو انا دخلت جواه بروح جاي ما نجازب لك على ناحة الشمال اللي هو بي اكتف على ناحية الشمال. طالما انت اقيل له. التارجت بتاعه المزبوط. او حتى يمكن كمان اه منزل لك فوق كده حاجة. خلينا نكتب حرف عريض عشان نمشي بسرعة. ما شوه يعني اه. تكتب لك عادة وبعدين ممكن كمان تخليه نفس الطول. الحقيقة الحاجات دي بتبقى حلوة او بقى على الاكشن. وانا مش حايب لانا قدي اكشن اكتر من كده لان ما بقى كده هيبقى يعني طوهي في. تيل جدا. خلينا دي بس ممكن نزبطها بالاكشن. ممكن نخلي دي. اسمها سلايدر اسل. ماشي. ونخلي دي اسمها خلص دي تكست اريا. وراحك ايقيل له. والله الاسل ده. دوت هايت. بساوي ده مع ده. ارتفاع ده مع ارتفاع ده. بس هو هيصلك لما بتحط داتا. وهكذا بالنسبة للاكواد. انا بقى كفايا كده الاكواد عشان انا كده بس انا قلب تلكمكو. ااا ياريت. ياريت اشوف ااا تطبيقات. اشوف الاستفسارات على الحاجات اللي مش مفهومة او الحاجات اللي ممكن اكون اا ما اضحتهاش قوي. سابه لك انت البحس شوية. ااا نشوف ااا شغلك وبعدين ارجع لتاني ونتناقش في الموضوع عشان فعلا فعلا البحس هاديك اااا قدرة جميلة جدا جدا على انك ازاي تعرف تجيب المعلومة وازاي طادر فعلا تستفيد من كل المعلومات مش ااا ماستر رويت بس. لا اه دا لازم تشوف هنا وهنا وهنا ودي عامل ازاي وديك اتناقشني في الموضوع كله. واعملك بالزات بالزات دي. ودي. الاتنين دور. اا هيكون لهم اواا شغل كوايس اوي. اا هيكون لها شغل كوايس اوي. اا اا وطبع كلها بال. هاشوف كده ااااا ااا تطبيقك. اشوف كده اجتهادك معي ان شاء الله واعرف برضو انك بتابع الكورسو لأ من خلال الهومورك الزغير شكرا ويرب اكون وفقت في شرح الكمبونانس بعد كده في الكمبونانس اللي هي خلصنا احنا يوزر انترفيس هنخش على الفيديو ودي كلها هتاخد محاضرة واحدة دي مفيحاش المشكلة دي كلها بتتفعل على اساس الفيديو دي كلها فيديو تمام نشوفها في المحاضرة الجهة ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة